اخواني واخواتي ابناء وطني الكويت يمر وطننا الحبيب من مرحلة مفصلية مهمة تتطلب من الجميع العمل والجد والاجتهاد لتحقيق مصلحة الكويت العليا والسعي بكل الطاقات والغدرات من اجل تعزيز الرفع والتطور والازدهار على جميع المستويات وفي كل المجالات وكذلك البذل والعطاء لتلبية طموحات وامال الشعب الكويتي لقد عاشت الكويت في السنوات الماضية حالة من عدم الاستغرار وعدم الاتزان على المستوى السياسي الأمر الذي كان له تأثير سلبي على المجالات السياسية والاقتصادية والمعيشية بل وحتى الاجتماعية وكان سببا لحالة الجمود والركود وتدني مؤشرات الانجاز والتطوير وتأسيا على كل ما تقدم نقول بملء الفم وبأعلى الصوت انه لم يعد مجديا ولا معقولا ولا مقبولا الاستمرار في خلفاتنا ولم يعد منطغيا ان نحملها على رؤوسنا وننقلها للمرحلة المغبلة فماذا استفادت الكويت من خلافات وممارسات السنوات الماضية وماذا حققت غير التراجع وشق صف الوحدة الوطنية والضراد المشاحنات والفرقة الاجتماعية والسياسية على حد سواء ومن ثم التأثير على حال البلاد والعباد لذلك ونحن مغبلون على مرحلة جديدة في تاريخ الكويت علينا ان نقلق كل الابواب الشغاء وان نضع عن كواهلنا كل ما حملته من خلاف وان نفتح صفحة جديدة من اجل الكويت لنكون عونا لصاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل احمد الجاب الصباح حفظه الله ورعاه وسندا لما يحمله سموه من امال وطموحات لبناء دولة جديدة اساسها الدستور وتطبيق الغانون ومعاييرها الوضوح والعدالة والمساواة وهدفها الانتقال الى مرحلة رحبة من الاستغرار والتعاون لتحقيق الانجازات التي تأخرت كثيرا بسبب ما شهدته الحالة السياسية في البلاد من تشنجات ومشاحنات وخلافات واستفاف خلف اهداف بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة ان المرحلة المقبلة مرشحة لتشهد الكثير من التحديات الداخلية والخارجية فماذا قدمنا لبلدنا وكيف سيكتب التاريخ اعمالنا وافعالنا وبماذا سنجيب عن سؤال لجيال المقبلة حين تسألنا ماذا قدمتم للكويت ولماذا اضعتم الفرص تلوى الاخرى بسبب المصالح الضيقة والمكاسب الانية التي لا تبني مستقبلا ولا تغيم وطنا ولا تدفع الى العمل الجاد والفعل الرشيد ان المرحلة المقبلة تتطلب مننا جميعا فتح ابواب جديدة من التعاون والتنسيق المشترك لنعين صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل احمد جاب الصباح حفظه الله ورعاه ولنكون على قدر المسئولية وعند مستوى ثقة المواطنين وليكتب التاريخ في صفحاته المشرفة ان نبذنا الخلافات والمشكلات وطرحناها خلف ظهورنا ليكون تقدمنا الامام هو القاية والهدف وهو السبيل لتحقيق الاستغرار والنهضة والتطور وكل ما نريده لوطننا الكويت اننا مؤتمنون امام الله عز وجل ومسؤولون امام قيادتنا وشعبنا على المرحلة المقبلة لتكون مرحلة بناء وعطاء وبذل واخلاص مرحلة لحاق بالركب المتطور في العالم بشكل عام وفي المنطقة على وجه الخصوص اخواني واخواتي ابناء الكويت لا يزال في الافق متسع لتسريع عجلة الانجاز ونقل البلد الى المكان الطبيعية التي تستحقها بين الدول بفضل ما حباها الله من قيادة حكيمة وثروات وفيرة وشعب مخلص ووفي وغدرات وعقول وطنية ناضجة وناجحة وما علينا الا استثمار الاغغات فيما ينفع ويفيد وليس فيما يكون ضرره اكثر من نفعه وخيره وقل من شره بالنسبة للوطن والمواطنين لذا علينا نبذ كل الخلافات وترك كل التراكمات السابقة خلف الظهور والسعي بنوايا صادقة وافعال جادة نحو تكوين حالة وطنية لا يؤثر فيها خلاف سابق ولا حدث ماض ولا موقف وقع في زمن ما أو فرضه واقع معين وعلينا بالتبعية الاتفاق على حب الكويت والبعد كل البعد عن المصالح الضيقة والله ولي التوفيق بالنسبة لحل المجلس ما كان سبب كلمة الدكتور عبد الكريم الكندي نهائيا والدليل على ذلك انه لما تكلم الكلام اللي قاله في جلسة الثلاثاء انه تمت الجلسة وكملوا ليه يعني تقريبا قبل العصر بشوي ويوم الاربع اللي بعدها صار في جلسة وكملوا ليه الظهر ما احتجت الحكومة ولما جاء الثلاثة اللي بعده احتجت الحكومة على الكلمة والكلام هذا يعني لو في حكومة واعية كان اعترضت على الكلمة في نفس الجلسة واذا ما اغير كلمة الناب ممكنها تنسى ولكن ما تكلموا ولا ردوا على الكلمة في نفس الجلسة ويوم الاربع كملوا الجلسة ويوم الثلاثة اللي بعدها احتجوا ففي نواية مسبغة لحل مجلس الأمة منذ ان تولى الشيخ محمد صباح السالم رئاسة الوزراء انا ضد شطبها ضد شطبها لان بالاساس لأساس المسئولية تقع على اللي هو رئيس الحكومة والحكومة نفسها لانها ما اعترضت في نفس الوقت ولا احتجت في نفس الوقت يعني الحكومات السابقة اي كلمة تبدر من نائب فيها خطأ الحكومة تحتج في نفس اللحظة ولكن اللي حصل ان الدكتور عبدالله كلمتكندري يعني تكلم وكملوا الجلسة لان انتهت الجلسة ما احد اعترض ويوم الاربع كذلك ولما جاء يوم الثلاثة اللي بعدها احتجوا علما بني انه يوم الثلاثة اصل اللي تكلم في دكتور عبدالله كلمتكندري ما كنت موجود في الجلسة كنت فيه وفد خارج الكويت والله شوف بالنسبة لغضية البدون قضية في المقام الاول قضية امنية على دولة الكويت قبل الامور الثانية وبالنسبة للاخوة البدون يعني التعامل اللي يتعاملون فيها الحكومة معاهم تعامل غير صحيح وغير صحي حنا في بلد الانسانية شلون انت ما تسمح الشخص انه يكون عنده هوية صالحة وشلون الشخص ما عنده شهادة ميلاد يعني على بلاغ ولادة وشلون الشخص حتى بالزواج مو من حقه انه يعني يوثق عقد حالة حالة الثانية يعني يعني كلها تكون ملشة عرب فهذا يعني شيء مصع كذلك حتى في شهادة الوفاء ما في شهادة وفاء في بلاغ وفاء فقط تصيح دفن هذا الشيء مصحيح غير ان يعني يعرف منهم ناس يعني حتى في الوظائف الحكومية اذا توظف او شيء راتب يكون اقل حتى من الوافد وحتى الاجازات ما يعملونها معاملة الوافد او معاملة المواطن الكويتي يعاملونها يعني بسلوب اخر وانهم حتى ما يعطون الاجازات اللي يستحقها وبالنسبة لغضية البدون بامكان الحكومة تحلها في ضرف ما يتجاوز شهر السبب ان دولة الكويت يعني من سنة يعني بتاريخ واحد واحد الف وتسعمية وخمسة وستين اي شخص دخل الكويت عن طيق البر او البحر او الجو موثغ يعني موثغ دخوله وخروجه بالاضافة انهم يعني في ثمانية وعشرين احداعش عام الف وتسعمية وتسعين اثناء الاحتلال العراغي الغاشم اودع الاستجل المدني الكويتي من قبل الحكومة الكويتية ومن ضمنهم في ائت البدون في الامة منتحدة تحت الفصل السابع فاذا كان في شخص مزوع او في شخص ادعى انه بدون وهو ما كان بدون بالامكان هم بيرجعون الى هذا السجل لا لا بالعكس بالعكس حنا في بلد ديمغراطي ومن حق الكل انه ينزل بالعكس حنا يعني نمثل وطننا ولسنا منقلقين على فيئة معينة او يعني ناس معينين بالعكس حنا يعني نطرح نفسنا للكل وبالنسبة للناب برزوق الحبيني رجل مخضرم ورجل لاه باع طويل في السياسة فهو عضو من عام 1990 الى يومنا هذا ورجل يعني بالعكس يعني يتصف ميزات يعني يستحق انه يمثل الامة والله شوف سيد احمد السعدون رجل لا باع طويل ورجل يعني مخضرم وتاريخه يعني السياسي اكبر من اعمارنا حنا بنفسنا يعني ورجل يعني لا مانه رجل وطني وشخص يعني يستاهل ولكن يعني رئاسة مجلس الامة انا ضد اي شخص انه يقول انا باعطي فلان او فلان يعني وهو توى ما وصب يعني لابد انه يكون فيه اتفاق للناس اللي يوصلون لمجلس الامة انهم يختارون الانسب يعني مو لازم شخص بحد ذاته يعني انه يكون سيد احمد السعدون او سيد مرزو قرام لا بالامكان هم يختارون شخص اخر يعني مو منغلغين حنا في الكويت على شخاص محددة شوف انا بقولك شغلة بالنسبة للي انا يعني ما عندي باع طويل في مجلس الامة انا يعني ترشحت مرة واحدة ومثلنا يمكن الامة يمكن ثمانة شهور او سبع شهور منهم الجازة الصيفية ومنهم تعطيل بعض الامور بسبب يعني الحالة السياسية اللي وصلنا لها ولكن حنا هدفنا مصلحة الوطن المواطن وحنا صادقين في الامر هذا واي شيء يعني من مصلحة الوطن المواطن راح نوقف معه انا كنت في اللجنة التنسيقية من ضمن تسع نواب اختارهم مجلس الامة للتفاوض مع الحكومة وبادر الشيخ احمد النواف بوضع لجنة التنسيقية مجلس الوزراء عشان تفاوض معنا وحققنا لله الحمد اربعة عشر غانون وكانت في بعض الغوانين راح يعني نوافق عليها ونغرها ولكن الظروف اللي مرت فيها البلاد وقفت الشيء هذا وبالنسبة لحالة المواطن المعيشية احنا راح ندافع عنها وراح نوقف يعني معاها للنهاية لو ينحل المجلس وانا اعتقد ان حل المجلس نحنا السبب هو الانجازات وليس سبب ثاني وبالنسبة لبعض الكلام اللي انقال قبل شوي وانا سمعت انه يعني غير صحي انه 48 نائب انهم مع بعض كلام هذا مو صحيح بالعكس لما يكونون الناس مجمعين على حب الوطن وعلى شيء يكون فيه هنجاز المصلحة الوطن المواطن بالعكس ما فيه اي مشكلة الخلاف يكون لما فيه رؤية يعني فيه ناس مع مصلحة الوطن فيه ناس لا يعني فانت لما تجي بامور معينة يعني الغوانين اللي حنا غرويناها شنو منها طلعهم لك المفوضية العليا للانتخابات منها يعني غانون غرفة تجارة صناعة الكويت منها المدن الاسكانية منها من المحكمة الدستورية ما تبطل المجلس منها اللي هي ربات البيوت منها اللي هو زيادة المتغاعدين اللي راتمهم أغل من ألف وكانت عندنا رؤية لزيادة المواطنين اللي أكثر من ألف والالتفات للناس اللي على الباب الخامس الباب الخامس دائما لما تيجي زيادات ما تشملهم وهذا الشيء مصحيح كان لنا رؤية اتجاههم كذلك قلامة عيشة يعم جميع المواطنين بالإضافة لبديل استراتيجي والمساواة بين بعض يعني الوظائف يعني ما يصير حلنا في دولة الكويت في بعض الجهات راتب الشخص ثمان ألاف ونص وهو موظف ترى يعني يحمل منصب مراقب في إحدى الهيئات مغابلة أن يكون مراقب مثلا في إحدى الجهات الحكومية ويعمل بطاقة أكثر من عمل الشخص هذا 90% زيادة عليه راتبها ثلاثة ونص ففيه شغلات المتسببة فيها الحكومة يعني المجلس مجرد أن يراغب ويشرع ويقوم الخطأ هذا اللي عندنا